فلغت نسبة الأهداف الاستراتيجية التي حققتها الحكومة الإلكترونية خلال العام الفات أكثر من 90% الأهداف شاملة تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية إضافة إلى حماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتحسين تجربة المستخدم للقنوات الإلكترونية وتقديم خدمات شاملة وفعالة تمتاز بالجودة العالية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية والذي بيّن فيه مدى حرص الهيئة المستمر على قياس مؤشرات الأداء التي صاغتها الاستراتيجية الوطنية لهيئة الحكومة الإلكترونية 2016 بغرض تقييمها وتطوير الأداء بصورة مستدامة لتحقيق الأهداف المنشودة ضمن الرؤية المحددة طبعاً اللجنة العلية برأسة سمو الشيخ محمد بن مباركة خليفة اطلقت السراتيجية الحكومة الإلكترونية العام 2016 الجزئية الأولى منها تتعلق بال2013-2014 التي رصدت لها ميزانيات من خلال سنة 2013 هناك عدد كبير من المبادرات والمشاريع الحمد لله رب العالمين تم تطبيق أو إنجاز أكثر من 90% من المشاريع الموجودة في عندنا 10% يتم العمل مع عدد من الجهات الحكومية لاستكمالها خلال الفترة القريبة القادمة تم إنجاز 38 خدمة من 40 خدمة و20 خدمة من خلال مركز الاتصال الوطني عندنا التطبيقات الهاتف النقال 8 تطبيقات 21 خدمة تم إطلاقها نسبة الاستخدام زادت بشكل كبير جداً في عدد من المجالات من خلال عام 2014 فيه هناك عدد من المبادرات التي تم إن شاء الله العمل عليها